السلام عليكم حلقة جديدة من برنامج فلاحنا هذه الحلقة سوف نضع فيها على مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر مخطط المغرب الأخضر سهلة تقريبا تعدت الانطلاقة مخطط المغرب الأخضر في سنة 2008 عملت علي وزارة الفلاحة ولكن انطلاقا الأوامر الملكية لإعطاها جلالة الملك باش الوزارة تبدأ في تنفيذ مخطط هذا كأدف استراتيجي المخطط أخدم علىها بزاف ديال الحويش وجار الفلاحة كأولوية من الأولوية دياله وعمل على العصرانة ديالها بالإضافة إلى ضخح المجموعة ديال الاستثمارات يعني البينغا بزاف ديال الفلوس دخلات المخطط ديال المغرب الأخضر منبيل الأولوية الأخرى ديال المخطط المغرب الأخضر هو تتمين ديال السلاسل ديال الإنتاج وأيضا العمل على توفير الأمن الغذائي من كنسمع الأمن الغذائي ممشي شبالنا بعيد وإنما من تقول الأمن الغذائي يعني قصد تكون لدينا بطاطا وواجدة قصد تكون لدينا فهريناء قصد تكون لدينا الشعير القمح ماطيشة يعني من نخرج أنا كمواطن بسيط نخرج للسوق لقاء هذه المنتجاتها هذه كاملها التي تحددت عليها واجدة وفي المتناول ديالي واحد الثمن اللي هو يعني ثمن مقبول ما كيفوقش القدرة الشرائية ديالي يعني عندما ركزنا مزيان هذا فهم بسيط الأمن الغذائي ومنين كنقولوا يعني سلاسل ديال الإنتاج راه كانت تحدثوا على واحد النوع ديال الفلاحة اللي هو أو لا الصناعة اللي هي دخلة في واحد السلسلة مثلا من كنقولوا سلسلة الزيتون فيها الشجرة فيها المشقوق فيها الزيت حتى كنحصلوا على واحد من تجنيها يولا كنقولوا مثلا الفواكه الحمراء هذه السلسلة أو اللي كان قولوا اللحوم أو اللي كان قولوا الدواجين يعني هذو كاملهم سلاسل ديال الإنتاج من الأهداف الأخرى ديال المخطط المغرب الأخضر هو أنه يحد من تأثيرات المناخية وتأثيرات ديالها على الفلاحة يعني ماشيحنا أفلاحنا بقوة النوشتة مثلا تطيح ولما تحتشتة الفلاحة ديالنا غا تتولي في خبر كان دلاغ واللينا كان نحاول ما أمكان أنه نتحكمه في العوامل ديال الإنتاج وبين هذه العوامل هذه هي مياه السقي واللينا كان نشجع الفلاح أنه يدير ويحفر الآبار عواض ما يعتمد مثلا على مياه السقي ومياه ديال البراجات يقول لي عنده واحد سيستيم ديال في الضيعة دياله ويجهزها ومجموعة ديال التجهيزات اللي هي حديثة وعصرية وقد تمكننا أن ننتجو واحد للمنتج نهائي بدون ما نعتمده على التساقطات المطارية وبالتالي كان حدوم تأثير ديال المناخ على الفلاحة هذا شي كامل ديال المخطط المغرب الأخضر والأهداف دياله سيتمكن للمغرب أنه يأمن الغذاء دياله ويتمكن أيضا من أنه يصدر لمنتجه دياله الفلاحة خارج أرض الوطن يعني يدخل البنكة العملة الصعبة سيتدخل للمغرب من خلال هذه الفلاحة يعني هو يحقق الأمن الغذائي دياله ويصدر لفلاحة دياله لخارج أرض الوطن هذا شي كان مخطط المغرب الأخضر بداية من 2018 ولينا كانت تحدثتوا علاق الجيل الأخضر والخطة الملكية والتوجيات الملكية والتي تعطيت أوامر دياله الوزارة ديال الفلاحة أنه نخممه استراتيجية جديدة تبناها الفلاحة المغربية وانطلاقها من 2020 سيبدأ العمل بهذه الاستراتيجية وليس ستكون معي ولكنتم تبعين الشأ الفلاحي ستلاحظوا بأن وزارة الفلاحة في 2000 في الخر دياله 2020 بالضبط الدجانبير منعات بواحدة انطلاقة من واحدة القرار ديالها يعني العمل بنظام ديال الإعانات خلال ثلاثة 2021 هذا الشي قبل ما تتراجع على هذا القرار هذا في يناير يعني في 2021 ولا تتراجعت على هذا القرار هذا وممددات العمل به للـ 2021 يعني والجيل الجديد ولا تتراجع على الجيل الجديد على مخطط المغرب الأخضر إذن والجيل الجديد للي هو المخطط المغرب pick up em الجيل الأخضر شنو هاذ الجيل الأخضر وشنو هو شنو هي سلاسل الشنو هي سلاسل إنتاج اللي هذرنا عليها من قبل الجيل الأخضر ولا.. كهدف انه يدعم واحدة الفئة اللي هي كبيرة ديال الشباب باش أنهم يديروا مشاريع خاصة بهم ويضخ واحدة مجموعة ديال الأموال وديالاستثمارات ويدعم القطاع الخاص تكون واحدة مجموعة ديال الشركات ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص وأنه تكون واحدة تغطية صحية شاملة الفلاحة وكذلك أنه نرفعه من الطبقات الفقيرة اللي كانت في القطاع الفلاحية اللي كانت طبقات متوسطة من خلال الرفع من الدخل ديالها ويقول لي عدنا واحدة رؤية جديدة للفلاحة وكيف ما قلت النظام ديال المساعدات في النظام القديم اللي هو مقطة المغرب الأخضر ما بقاش ممكن أننا نعتمد عليه في الجيل الأخضر وبالتالي أي واحد بغي يستفد من الدعم ديال الدولة يعني في تجهيز ديال الأراضي لا تقوم بغي يرى أنه حاصل على شهادة التجميع أو لا داخل في نطاق سلسلة تجميع مثلا أنت يا فلاح بغي تستفد من الدعم الدولة مثال على استخدام القديم يعني فيئك في الفيزيكي فيئك مثال مثال الفيرمة أو لأنك لا تقوم بغي تكون داخل دائميني ويسأل على استخدام القديم أقول لا لذلك ستكون داخل في شهادة الإنتاج مثلا انت كتنتج طماطم انت في اللاحه كتنتج طماطم بغتي الدولة دعمك تكون واخذ واحد الشهادة ديال واحد المجمع اللي هو مثلا واحد المصنع اللي كيصنع واحد الماطيشة ديال الحق ومعلبة كيصدرها او لكيبيعها في السوق الوطنيا تكون تدير معا واحد الكنترا هذه الكنترا تدخل في الميل في ديال الإعانة عاد ممكن ان الدولة تقوم بالدعم ديالك وتعطيك المساعدات في المادية او اللي تحتاجها انتها كفلح هذا كل ما يخص الحلقة ديال اليوم السلام عليكم ورحمة الله في حلقة جديدة اشتركوا في القناة